إنما يجري عادة ليس جديدا في المجتمع الدولي أو ما يسمى أصدقاء الشعب السوري حتى لا زالوا فعلا يتجاذبون ويتقاذفون الكرة هنا وهناك دون أن يأخذوا موقفا واضحا ينتظره الشعب السوري منذ زمن طويل الشعب السوري ينتظر إنهاء العنف وإقاف النظام عند حده والتغيير هذه القضايا التي ما زال المجتمع الدولي يتفرج على دبع السوريين وعلى دمار سورية دون أن يتخذ موقفا عمليا واحدا وأعتقد أن مهما فعلوا ومهما تأخروا ومهما ماطلوا أو تبادلوا الاتهامات والتجاذبات فهذا لن يؤثر على معنويات السوار الذين قالوا منذ البداية الموت ولا المزلة ولا تراجع إلى الوراء إن سوريا دفعت ثمن التغيير عاليا ولن تتراجع عن قضية التغيير نحو الديمقراطية هذا فليقتنع به الجميع ترجمة نانسي قنقر